السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا معكم ميسو محمد شعبان وانتو على قناة فرنساوي السنوي مع ميسو محمد شعبان الحمد لله شباب احنا خلصنا الترمي الأول على خير بالنسبة الأولى وتانية سنوي الترمي الأول نزلنا شرح المنهج كله على القناة بالمجان لكل الناس سواء أولى أو تانية سنوي تمام؟ والحمد لله عملنا براجعة نهائية على المنهج وبفضل الله انتو بنفسكم التعليقات بتاعتكم كانت تفرحني جدا ان المحتوى بتاعنا كان مؤثر معكم جدا وكان شامل ووافي لدرجة كبيرة جدا تمام؟ وتقول لده طبعا كان بالمجان بدون اي رسوم بدون اي اشتراكات على القناة عندنا بالمجان الأولى وتانية سنوي وثالتة سنوي كمان نزلنا المنهج كله بالمجان طيب التاني والتاني ان شاء الله بأمر الله هننزل برضو المنهج بالنسبة الأولى وتانية سنوي بأمر الله برضو ربنا ياهن بالمجان على القناة شرح وحل من كتاب برافو تمام؟ هنبدأ ان شاء الله في تنزيل الفيديوهات بأمر الله طبعا كل الناس عمالها تبعادل على القناة هتبدأ الترمي التاني امتى امسه وننزل بقى الفيديوهات تمام؟ فحنا ان شاء الله هنبدأ بأمر الله من النهاردة حاليا هتخش دلوقتي على قوام التشغيل هتلاقي في قائمة اسمها أولى سنوي 2024 ترم أول وتانية سنوي 2024 ترم تاني ايه القائمتين دول هتلاقي فيها هنبدأ بقى ننزل فيها الفيديوهات بالترتيب وراء بعض فيديو رقم واحد اتنين تلاتة اربعة كلمة الدارس قواعد الدارس التمارين الدارس الحالي التمارين الشامل على الدارس وهكذا زي ما انتم فهمون بقى الدروس كلها وراء بعضها بالترتيب وكل فيديو عليه رقم الدارس او رقم الفيديو بتاعه طبعا ده بالنسبة لأولى وتانية سنوي والفترة الفترة يا شباب احنا عملنا استفتاء على القناة عندي على قسم المنتدى لو دخلت على قسم المنتدى عند في القناة هتلاقي في استفتاء هنشتغل من كتاب ايه الترم التاني طبعا النسبة العليا او النسبة للصحيقة كلها اخترت من كتاب برافو طبعا لان احنا بنشتغل من كتاب برافو بان فترة عارق القناة شرح وحل بالمجان لكل الناس ربنا اجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات القائمين على كتاب برافو يا رب طبعا دي حاجة طبعا ده لا ما يقلش من الكتب التانية بس يا طبعا الناس اللي متابعاني على القناة عارفين ان انا بشتغل من كتاب برافو عشان كده التصويت كان اكثر لكتاب برافو فان شاء الله كل الناس اللي متابعاني بامر الله كل الناس تشتري كتاب برافو واتبعنا على القناة تمام انت كده مش محتاج حاجة ان كلها كريسة تشتري كتاب طبعا ما تاخدوش ما تصوروش بدي اف ولا تاخدو بدي اف لان ده غلط واتبعنا على القناة درس بدرس هيبقى معك إن شاء الله كل المنهج بأمر اللام تمام يا شباب؟ ده بالنسبة للناس اللي متابعاني على القناع طيب ناقص إيه بقى بالنسبة ليه؟ ولو تانية سنوي انتوا إن شاء الله أنا بنزل لكم المنهج كله بالمجان على القناع ناقص منكم حاجة بسيطة جدا وهي الحاجة المؤثرة معي واللي مزعلاني بصراحة منكم هي أني أنا بنزل المحتوى كله بالمجان ما بلاقيش فيه تفاعل جامد منكم في القناع يعني مثلا على نسبة المشاهدات عالية لكن اللايكات للفيديو أنت مكسلت تحط لايك مثلا يعني أنا تعب نفسي وقف على الصبورة بشرح لك وبنزل فيديوهات بالمجان ومش مكلفك أي حاجة وإنت نايم وإنت نايم كده مش يعني مكسلت تحط لايك للفيديو مثلا أو تنشر الفيديو بين أصدقائك بحيث إن إحنا إن شاء الله حاجة تشجعنا نستمر في تنزيل المنهج لكم بالمجانة على طول فدخلت كده على إحصائيات القناعة لقيت إن في حوالي تقريبا 80% أو ما يقرب من 80% من الناس اللي تتفرج عندي على القناة وبيستفيدوا من القناة تمام؟ وبيستفيدوا من الشرح والحل وكل حاجة تمام؟ مش مشتركين أصلا في القناة تمام؟ طب ليه؟ يعني أنا أبتعب نفسي عشانك وإنت بكسلت لحط اشتراك وتفعل الجرس عشان أول ما نزل فيديو يجي لك بإشعار كمان؟ ليه يعني؟ تمام؟ حط لو أنت مهتم إن أنا أستمر معك إن شاء الله حاول إن أنت تنشر الفيديوهات بين الأصدقاء بتوعك تمام؟ وتشترك في القناة فعل الجرس وكل فيديو تحط لايك وتسيط تعليق زريف لنا تمام؟ عشان تشجعنا إن شاء الله أننا نستمر إن شاء الله بداية من شهر ثلاثة هنبدأ نحن نقمل مراجعة شاملة على المنهج ونبدأ نحل امتحانات شاملة إن شاء الله يعني عندنا شهر ثلاثة واربعة وخمسة دور إن شاء الله هيبقوا النسبة لنا فرم امتحانات ومراجعة أمر الله تمام؟ بتنزل منها كله على القناة بالمجان إيه دا خلينا نشيرك في المحتوى الخاص ممكن حد يطرق في بالو السؤال ده طبعا المحتوى الخاص بيفرق عنا اللي على القناة في حاجات كتير جدا تمام؟ حتنكون صراحة مع بعض تمام؟ المحتوى الخاص أنا أولا الشرح معي مباشر يعني البرنامج زوم بشرح لك مباشر يعني أنت شايف أنت سمعني وأنا سمعك وانت شايفني وأنا بشرح تمام؟ وبفهمك كل كلمة كل نقطة وبنبهك على أخطائك مباشرة معي كده وبتسألني وأرد عليك ده حاجة حاجة تانية في تسميع كلمات أهم حاجة على فكرة في أي لغة تسميع كلمات في تسميع كلمات تمام؟ بطرق أنا يعني بطرق أنا بعملها يعني تمام؟ بعرف إزا كنت انت حافز ولا مش حافز تمام؟ دي حاجة تسميع كلمات في تصحيح واجبات مباشرة معي بأعلمك انت غلط تفضل وبعرفك فكرتها وبعرفك إزاي تتعامل مع الأسئلة وإزاي تستبعد يعني مهارة الاستبعاد دي مهمة أول تمام؟ وده أنا بركز مع الطلبة بتاعتي في الحتة دي زائد بقى وأهم حاجة بالنسبة لي خالص هو سؤال الإيميل وسؤال الموضوع اللي هو البراجراف أو السجيء اللي هو آخر سؤالين في الامتحان آخر سؤالين في الامتحان دول يا شباب عليهم لوحدهم كده مع بعض ست درجات ست درجات ست درجات دول مش هيخدهم كاملين إلا الطالب اللي ما تدرب عليهم صح لو أنت تدربت على كتابة براجراف أو كتابة موضوع بإيدك صح تمام؟ طول السنة هتعرف تاخد ست درجات بأمر الله ما تدربتش تمام؟ وما قدها كده مش هتعرف تعمل أي حاجة تمام؟ ما تركزي على الكواعد والمواقف بس لا السؤالين الأخرى في آخر الامتحان دول أهم حاجة عليهم ست درجات تمام؟ يعني أكتر يعني حوالي واحد ونصف في المية تمام؟ فركز فيهم لازم إن شاء الله تدرب عليهم عشان تاخد ست درجات أنا مش عايزة تاخد أربعة بس مثل لو خدت أربعة من الستة وجودت الامتحان كله صحي بقى هتجيب تمانية وثلاثين لا أنا مش عايزة تجيب تمانية وثلاثين أنا عايزة تجيب أربعين من أربعين أربعين من أربعين تبش توصل لها ألا ما تكون متدرب على كل أفكار الامتحان بطريقة صحيح متدرب على السجي والإيميل وتكتب بإيدك تمام؟ وأنا في المحتوى الخاص عندي أنا بصحح لكل واحد الإيميل والموضوع بتاعه الواحد يعني بصحح لك تمام؟ وبعرفك أخطائك وبنبهك على الحاجات الصغيرة عشان ما تقعش فيها تمام؟ ودي مهارة لازم أن أنت يعني تكتسبها وتتعلمها بالتدريب كل ما هتكتب بإيدك وتغلط وأنا أهلمك وأنبهك وأنصحك هتغلط عشرين مرة مش مشكلة أهم حاجة دي في الانتحان ما تغلطش تمام؟ وده هتجي إزاي؟ بالتدريب التدريب تمام؟ وده طبعا هتجي قبله في المحتوى الخاص طبعا متاح أن إنت لسه تشترك معنا في المحتوى الخاص من دلوقتي عادي ما فيش مشكلة والحصاص اللي عادت موجودة معنا تقدر تشترك فيها عادي والو عادي تشترك من دلوقتي لللي جاي برضو عادي ما فيش مشكلة بالنسبة لنا خالص تمام؟ إحنا كتا يا شباب يعني آه خلصت الفيديو تمام؟ لو في أي حاجة أسئلة عندكم كتبول في التفرقات لو أنتوا عايزين من أي حاجة تانية أنا بتعب في القناة ديات وفي تصوير الفيديوهات وفي المونتاج بتاخد من وقت جامد ومن تفكيري ومجهودي تمام؟ فياريت دعوة جميلة كده بعد ما تتفرج على كل فيديو دعوة كده إن شاء الله أنا بفرح من الحاجات دي بصراحة أنت هكتب لي دعوة تشكر لي في المحتوى تعمل شير تعمل لايك تشارك في القناة كل الحاجات ديات بتساهم إننا إن أنا إن شاء الله هستمر لي معكم إن شاء الله يا شباب وتمنى لكل الناس التوفيق بأمر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته